المعملية تخصص جدرات بناء الصف الأول بنرحب بيكم في بداية الحلقة وطبعا بنفكركم كده ان احنا بنستكمل ان شاء الله شرح ما بدأناه في وحدة أعمال البناء بالطوب على الطريقة الإنجليزية وهذه الوحدة يا شباب كنا قلنا ان طبعا بيتبعها ثلاث مخرجات تعلم المخرج الأول اللي احنا بصدده حاليا اللي هو بناء الحوائط المستقيمة بأسماكها المختلفة لان طبعا عندنا الحوائط المستقيمة متعددة الانواع بنتعرف على هذا المخرج طبعا اول حاجة بالنسبة لنا في تعريف المخرج معايير الأداء الخاصة بمخرج الحوائط المستقيمة كنا شرحنا في الحلقة السابقة وقلنا ان معايير الأداء انا فيه عندي اتباع قواعد الأمن والسلامة ده المعيار الأول وشرحنا طبعا المهمات والاجراءات المتبعة اللي احنا طبعا بيتم اتباعها قبل الشروع في التنفيذ لان طبعا الأمن والسلامة بالنسبة لك مهم جدا بل يكاد يكون أهم من التنفيذ لانه ده هيؤدي لتنفيذ جيد والحفاظ عليك وعلى زملائك سواء في الشركة او داخل الورشة في المدرسة يبقى احنا بالنسبة لنا كده اللي هو المعيار الأول اتعرفنا عليه في الحلقة السابقة بنبدأ مع بعض طبعا كان بعد معيار اتباع قواعد الأمن والسلامة كان عندنا تحضير العدد والأدوات المستخدمة وتعرفنا على العدد بتاعتنا هنبدأ مع بعض طبعا تكملة المعيير وبالنسبة لنا تجهيز الخمات المستخدمة طيب هنتعرف على الخمات المستخدمة أول خمة بالنسبة لي خامة الطوب اللي احنا عرفنا المعيز بتاعه وهنا الطوب الرملي اللي انت بيتم العمل به داخل ورشة في المدارس الصناعية مقاساته 25 في 12 في 6 سنتي ده بالنسبة للطوب طيب بعد الطوب احنا بنحضر الرمل ولا بد ان يكون رمل حرش تمام في نفس الوقت نظيف من خالم من اي شوائب عشان اقدر ان انا اخلط عليه الاسمنت يبقى يا شباب لما يكون مونة اسمنتية طيب احنا في المدارس الصناعية ما بنشتغلش مونة اسمنتية لاعادة الفك والتركيب احنا عارفين ان الاسمنت مدى لسقة لو عد عليه 24 ساعة يعني فترة الشك النهائي خلاص تاني يوم مش هعرف افك التمرين ويبقى هنا ما عنديش اعادة فك وتركيب يبقى بنستبدل الاسمنت بالنسبة للمونة التدريبية بخامة اللي هي اسمها جير الجير خامة جيدة بتديني نفس اليونة الاسمنت وفي نفس الوقت ما بتدينيش اللصق اللي هو متواجد بالنسبة لخامة الاسمنت وده المطلوب في المونة التدريبية الجير خاص بمونة تدريبية طبعا النسب بتاعتنا هنبتدي ان نتعرف عليها ليه حساب الخامات اللازمة للبناء لزوم المتر مكعب المباني يعني ايه متر مكعب يعني متر في متر في متر يعني متر طول في متر عرض في متر ارتفاع ثلاثة ابعاد عشان كده احنا بنسميه متر مكعب لو انا هكعب الخامات بتاعتي يبقى اول حاجة بالنسبة لي هكعب الطوب الطوب لما بيكعب يا شباب ده كده معلومة ليك هتبقى انت عارفها وحافظها بيكون تقديره ربعمية وخمسين قالب يعني انا لو حضرت ربعمية وخمسين قالب ده بالنسبة لي متر مكعب متر طول في متر عرض في متر ارتفاع تمام كده طيب هيلزمهم قد ايه خامات عشان اقدر ابني المتر مكعب اللي هو ربعمية وخمسين قالب هيلزمهم رمل خمسة وعشرين من مية من المتر المكعب من الرمل يعني ربع متر مكعب رمل يبقى انا هحضر ربع متر مكعب من الرمل هضيف عليهم اسمنت خمسة وسبعين كيلو جرام اسمنت برافو كده احنا لو في ناس انا سمعها بيقول لي خمسة وسبعين كيلو يعني شكرة ونص من خلال شغلك ودراستك لوحدة الخمات والعدد اللي انت درستها في الصف الاول درست تعبئة شكال الاسمنت وانت معروفة ان هي بتتعبى خمسين كيلو يبقى انا لو انا عايز اعرف الخمسة وسبعين قد ايه بالشكارة طالما الشكارة اه زنت او وزن خمسين كيلو التعبئة بتاعتها يبقى انا هحضر شكرة ونص يعني خمسين زائد خمسة وعشرين هيديني الخمسة وسبعين المطلوبة يبقى شكرة ونص هضيفهم على الربع متر مكعب رمل لان انا بكعبه داخل صندوق كيل برضو الكلام اللي انت اتدربت عليه في وحدة الخمات والعدد والادوات عشان كده احنا بنقول دي وحدة متطلب اساسي للوحدة اللي احنا بصددها وشغالين فيها اللي هي البناء بالطوبة على الطريقة الانجليزية لو انت ما كنتش درست وحدة الخمات والعدد مش هتقدر تشتغل معانا وحدة البناء بالطوبة على الطريقة الانجليزية لان انت حتكون فقط شيء مهم جدا بالنسبة لي اللي هو التعامل مع الخمات وكيفية حساب النسب بتاعته طيب يبقى احنا كده المتر مكعب طوب ملخص الموضوع بالنسبالي ان انا بجمع وبجهز ربعمية وخمسين قالب طيب هجهز لومونا ربع متر مكعب رمل طبعا في صندوق الكيل اللي هو بالنسبالي صندوق خشبي بكيل فيه الرمل واقدر اعرف مسافة الربع هو بيبقى متر في متر في ارتفاع اربعين سنتي عشان اقدر ان انا اكيل ولو انا عايز زيادة بابتدى حرك المكيال بتاعي اللي هو الصندوق اللي هو بنسميه الصندوق الخشبي صندوق الكيل طب يبقى انا في مسافة اللي هو متر في متر في ارتفاع اربعين سنتي لغاية الخمسة وعشرين وبقف باملى الرملة في الصندوق لغاية خمسة وعشرين وبابتدى اقول ده كده بالنسبالي ربع متر مكعب رمل ده كده عشان نفكر ونذكركم كده في اللي انت درسته في وحدة الخامات والعدد والادوات ازاي بتكيل الرملة طيب هضيف على الربع متر مكعب رملة دي هضيف عليه اسمانت خمسة وسبعين كيلو جرام اللي هو ما يعادل شكارة ونص احنا قلنا الشكارة تعبئة خمسين كيلو وزنها خمسين كيلو طيب ولو انا اسمت شكارة تانية هيبقى عندي خمسة وعشرين زائد خمسين خمسة وسبعين يبقى شكارة ونص طبعا بحمل لهم خلط جيد على الناشف تمام اللي هو عملية التقليب والمزج بعد كده باستخدام بقى الخليط اللي هو المية بضيف المية وببتدي اعمل عملية مسجل للمونة ده بالنسبة لحساب المتر مكعب طيب حساب المتر مسطح مباني الطوب بحتاج قد ايه للمتر مسطح بحتاج ستة وخمسين قالب معنى متر مسطح يا شباب يعني متر في متر ده بالنسبة لي اللي هو تعريف المتر مسطح عكس المتر مكعب كان تلات ابعاد لا المسطح بقعدين بس متر في متر تمام وده دايما في الحوائط اللي هي سمك نصف قالب أما المتر المكعب النسب بتاعته بتطبق على الحوائط اللي هي سمك قالب وما فوق قالب وقالب ونص وهكذا تمام كده طيب ده الطوب 56 قالب الرمل 3% من المتر المكعب برضو سندوق كيل أنا عند الارتفاع بتاعه هبتدي اعمل ارتفاع التلاتة سنتي بالزبط مع مسافة المتر في متر هتديني تلاتة من مية من المتر المكعب للرمب تمام بضيف عليها عشرة ونص كيلو جرام طبعا احنا عارفين المتر المسطح 56 قالب مجرد متر في متر فبيبقى الحجم بتاعه صغير عكس المتر المكعب ده كده خميات المسطح هنبتدي مع بعض التنفيذ مخرج رقم واحد تنفيذ حوائط مستقيمة اول حاجة قراءة الرسومات وقراءة الرسومات يا شباب بس تخلص منها الابعاد انا عندي طبعا حائط مستقيم سمك نصف قالب تمام الحائط الابعاد بتاعته بطول خمس اوالب واضح اوي في المدمك الاول الرسمة الاولى بالنسبالي والسمك نصف قالب طيب المدمك الثاني اللي هو الرابط له انا بادئ في المدمك الاول بنصف قالب ومنتهي بنصف قالب طيب طالما هم الطول خمس اوالب النص اللي هو الترويسة اللي في الاول مع النص اللي الترويسة في الاخر بيبسل لي قالب يبقى في منتصف المدمك في عندي اربع اوالب الرسمة هم وضح فعلا في عندي اربع اوالب تمام المدمك الاول بدأت بنص وانتهده نص المدمك الثاني هبدأ بقالب وانتهي بقالب عشان عملية الربط الجيد واجاد مسافة الطاية اللي احنا قلنا عليها ان هي في الحوائط سمك نصف قالب بيكون مقدارها 12 سنتي طيب ده كده عندي في قراءة الرسومات استخلصنا الابعاد الطول 5 اوالب السمك نصف قالب فيه عندي المدمك الاول مماكس الرابط له او الثاني له يبقى ده بالنسبالي واضح قوي طيب فيه عندي الرسمة التالتة اللي هي الوجهة بالنسبالي او المسقط الرأسي ده كده بالنسبالي ده قراءة الرسومات نبدأ مع بعض التمرين اي تمرين يا شباب بنبتده هننفزه في اعمال البناء لابد ان احنا نقرأ المواصفات ونطلع على المواصفات ونستخلص منها معلومات ازاي ان هننفز بشكل جيد اول حاجة مواصفات التمرين تنفيذ حائط مستقيم سمك نصف قالب وبطول 5 قالب وارتفاع 5 مدميك حسب الارتفاع المطلوب انا يهمني هنا قوي سمك الحائط ببتدي الاول بتعريف بسمك الحائط تمام طيب بعد كده بيجي في التعريف طول الحائط يبقى انا في المقدمة بالنسبة لتعريف التمرين اهم حاجة بالنسبالي السمك طبعا بالنسبالي طبعا تهيئة مكان العمل وتجهيز العيدة ده الخامات ده رقم واحد بهيئة مكان العمل بعد تهيئة مكان العمل رقم اتنين بيتم وضع القدة في المكان اللي حددناه لموقع الحائط طبعا شباب خلاص المكان بنبقى بنحدده بحاجة اسمها تحديد الشرب الوزنة بتاعتي وببتدي بشريطي قياس احدد طول التمرين المطلوب وببتدي اعمل وضع للقدة وبسند عليها قالب من الاطراف من الطرفين عشان ما يتمش الحركة بسهولة ما تتحركش لان لو اتحركت بعد اما انا حددت يبقى معناه ان انا محتاج اعيد تاني هزي الخطوة طيب بعد التحديد البدء في عمل مناكل اول من جهة واحدة اللي هو بنسميه قد التمرين باستخدام الادة طبعا بابتدي ابني وبابتدي ازبط الاستقامة باستخدام القدة سواء القدة الالمونيوم او القدة الخشبية بس دايما بيستحسن استخدام القدة الالمونية لان الالمونيوم تفاعله مع الماء يعني ضعيف جدا ما بيتقصرش عكس الخشب بيمتص الماء فيبقى انا باستحسن الادة اللي هي الالمونيوم طيب الخطوة اللي بعدها طبعا بناء المدماج الثاني بعد ما بنيت المدماج الاول وضبط استقامة بتاعته باستخدام الادة والكلام ده هنشوفه في الفيديو واحنا بننفذ بعمل بناء المدمك الثاني باستخدام الترويسة من الطرفين زي ما احنا شايفين في الصور اللي هي بتوضح بناء المدمك الثاني بعد المدمك الثاني يا شباب يتم بناء بقى المدميك الاخرى اللي هو الثالث والرابع والخامس وهكذا بنفس طريقة وخطوات ضبط المدمك الثاني لان الثاني نفس الاداء هو بينطبق عليه في البناء في الثالث في الرابع وهكذا طبعا ده كده الخطوات المرعى بقى انا براعي ايه اثناء بناء الحوائط المستقيمة ان تكون المدميك الفردية متشابهة من جميع النواحي اللي هي اللي حمات العرموس بالنسبة لنا هنبص مع بعض كده على الصورة هنلاقي ان المدمك الاول اللي هو واحد متشابه مع ثلاثة متشابه مع خمسة وده بنسميه التشابه المدميك الفردية طيب برضو نفس الحكاية العكس صحيح ان تكون المدميك الزوجية متشابهة من جميع النواحي المدميك الزوجية يا شباب اللي هو الثاني والرابع والسادس تمام كده يبقى انا عندي لابد ان المدميك الفردية متشابهة انا بدأت بنص بنتهي بنص الاول زي التالت بدأ بنص برضو التالت الخامس برضو نفس ده بنسميه التشابه واضح بالنسبة لك كده المدميك الزوجية برضو متشابهة مع بعض ده بالنسبة للمراعاة اللي بد ان انا رأيها مراعاة ان تكون مساحة اللحمات الرأسية اللي هي العرميس بين القلب والقالب المجاور لها واحد سانتي اللي هي مقدار صباع طبعا انا مش هيز بالمتر بالنسبة للحمات ولكن تخانة الصباع بالزبط تقريبيا بتكون في حدود الصانتي يبقى انا اللحم بتاعي ما يزيدش عن تخانة الصباع يعني ما يزيدش عن الصانتي طبعا برضو اللحمات الافقية اللي هي لحم المرقد برضو نفس الحكاية تخانة الصمك بيكون واحد صانتي اللي هو اللحم الاسفل للمدميك او اللي هو بين المدميك والمدميك الاخر وهو لحم افقي ترتيب الموقع بعد الانتهاء من بناء الحاة انا لو انا انتهيت من بناء خالص ببتدي ارتب الموقع بتاعي ده مهم جدا وبعمل عملية التكحيل بمصمار التفريغ بشكل جيد ترتيب العدد المستخدمة وتخزينها في الدولاب الخاص بها ورص قوالب الطوب المتوقية في المكان المخصص له ودي من حاجات مهمة جدا اللي هي بنسميها شباب في نهاية العمل المناولة والتخزين ده من اللي احنا نبهنا عليها في الحلقة الماضية وقلنا ان انت دايما بتحافظ على العدد بتاعتك بنظافها بشكل جيد وببتدي اخزينها في اماكنها في الدولاب يا بالنسبة لنا عملية التنفيذ وببتدي ان نشوف مع بعض احنا بننفذ ازاي باستخدام وضع المونة تمام معانا الفيديو كده بيوضح ان انا ممكن معايا اداة بقدر ان انا حافظ على السمك اللحام صنطي بالزبط طبعا الاداة التانية ده الحام اللي هو المرقد اللحام الافقي زي الاسياخ اللي احنا بنستخدمها في الورشة برضو دي اداة بلاستيكية تمام برضو ده الحام العرموس اللي هو اللحام الرأسي عندنا النوعين من اللحام وبيوضح لك ازاي ان انا ممكن احافظ على السمك بالزبط بدون اهضار المونة يعني ده احد مزايا هذه الاداة وفي النهاية بنظفها باخسل الاداة بتاعتي ونظفها بشكل جيد عشان اقدر استخدمها في المرات القادمة ده كده عملية الاستخدام بشكل جيد زي ما احنا شايفين ببتدي ازاي بوطن بداية التمرين بقى بالنسبة لنا هنبدأ مع بعض شرح التمرين اول حاجة بعمل توقيع العلام على استخدام شريط القياس اللي هو المتر ببتدي استخدم شريط القياس وابتدى ايس وحدد العلام على الارضية لو الارضية اه يعني خرصانية بعلم بتبشيرة طيب الارضية غير ممهدة ببتدي باستخدام الجير وابتدى اعلم العلام بتاعي خلاص عرفت الابعاد بتاعتي خمس قوالب يعني مية تسعة وعشرين سنتي لو حسبناها كده بالصنتي القالب طوله خمسة وعشرين في خمسة بمية خمسة وعشرين طيب انا في عندي دايما عدد اللحمات اقل من عدد الاوالب بواحد يبقى انا عندي الاوالب خمسة يبقى اللحمات اربعة اربعة سنتي زائد مية خمسة وعشرين يبقى مية تسعة وعشرين طبعا بدأنا مع بعض فرد المونة اللي هو باستخدام الاداة او الاسياخ بابتدي وضع اللي هو القالب الترويسة من الجهتين وبازبط الاوالب عرضيا باستخدام ميزان المياه اللي هو روح التسوية تمام? واتأكد ان تم الضبط للاوالب واجيب الادة بتاعتي وازبط ما بين اوالب الترويسة وبعضها عشان ممكن يكون فيه قالب اعلى من قالب طبعا الكلام ده في حالات لما كون انا عملت العلام على الارضية بشكل ايه جيد تمام? بابتدي معايا كده زبط خلاص الافقية الخاصة بقوالب الطوب بابتدي ابني القوالب من داخل المدماك الواحد انا المفروض طول خمسة خمس قوالب كده بالنسبة لقلبين ترويسة وفي قلبين ده القالب الخامس مع ترك لحام العرموس قيمة واحد سانتي زي ما احنا شايفين كده بعد ما بخلص البناء باستقامة واحدة هبتدي اعمل عملية ملء لحامات العرموس اللي هو واحد سانتي ملء ممكن باستخدام الادة لو انا لسه ببني في الاول او باستخدام المصطرين لو انا بنيت الاوالب خلاص واللحامات مفرغة بابتدأ استخدم المصطرين ورحل المونة من فوق من اعلى المهم ان انا اتأكد من الملء الجيد للعرموس قبل الشروع في بناء المدماك الثاني تمام كده يا شباب واضح كده فضل للحام واحد خلاص كده بالنسبة لي عملت ملء جيد لقوالب المدماك الاول تمام لحائط مستقيم سمك نصف قالب وبطول خمس قوالب يعني مية تسعة وعشرين سانتي ده الطول بتاعي طيب هبتدي ابني في المدماك الثاني بابتدي ان انا افرد لحام المرقد اللي هي مونة لحامة المرقد اللي هو لحام الأفقي طبعا برضو زي ما قلنا وذكرنا بسمك واحد سانتي باستخدام الاسياخ الحديدية افرد عليها او الالة البلاستيكية لو هي الطول بتاعها او ان انا ارحل المسافة حسب طول التمرين طيب المدماك الثاني بابتدي اروس نصف قالب تبعا لقراءة الرسومات اللي احنا الرسمة للمطلوب تنفيذها لو انا المدماك الاول بادئ بقالب سليم شناوي بابتدي في المدماك الثاني بنصف قالب تمام من الجهتين زي ما احنا شايفين كده تم بناء قالب الترويسة اللي هي نصف قالب من الطرفين وبجيب الادة والميزان زي ما زبطنا في المدماك الاول ما بين قالب الترويسة وتأكد ان الفقاعة في منتصف الميزان بالزبط لو انا في عندي خلل في ترويسة اعلى من التانية بابتدي ارفع الترويسة اللي هي منخافضة وابتدي ازود مونة بحيث ان يبقى قالب الترويسة منضبطة مع بعض طيب كده انا اتأكدت من ضبط قالب الترويسة بابني الاولب اللي هي في المنتصف اللي هو الاربع قالب في المنتصف لان احنا عندنا النص مع النص الاخر بيمسل لقالب وانا عند الطول كله خمس اوالب تمام هنبتدي نستكمل البناء مع ترك واحد سنتي زي ما احنا شايفين كده ده عملية رص قالب التوب وبعمل ترك واحد سنتي اللي هو الحام يا شباب لحام العرموس كده الناس منتبه معايا فاضل لقالب واحد هنلاحظ ان لحامات العرموس كلها واحد مقاس واحد تمام ماينفعش انه يبقى لحام اكبر من لحام زائد ان مسافات الطاية كلها واحد اللي هي 12 سنتي مسافة الطاية نذكر بيها تاني وطبعا انا بازبط هنا الرأسي باستخدام الميزان عشان انا بعد المدماك الثاني بدءا من التالت والرابع وهكذا هازبط بميزان الخيط اللي هو ميزان الشغول اما اول والثاني ممكن الفقاعة الرأسية الخاصة بميزان المياه ازبط بيها طيبا مسافة الطاية وبشير ليا هنا هي المسافة الافقية المحصورة بين اقرب لحمين رأسيين في مدماكين متتالين وهي هنا مقدارها 12 سنتي بالزبط هنا بيعمل لي عملية ملء جيد للعرميس طبعا بانه ممكن نستخدم فيها مصطرين بعمل عملية الملء قبل ما ابتدي اشتغل في المدماك الثالث لابد ان انا تأكد من ملء العرميس وان ما فيش العرميس طبعا هي بالنسبة لي تعريف العرموس اللي هو الحام الرأسي تمامك يا شباب اتأكد ان العرميس بتاعتي كلها مليانة عشان لو انا ابتديت في المدماك الثالث لو انا في عندي اي فراغات داخل العرميس اللي حامات الرأسية هيبقى يصوب علي عملية الملء كده احنا انتهينا من المدماك الاول والثاني واحنا قلنا في التعريف في المواصفات قلنا ان المدميك الفردية متشابه مع بعض يبقى هو كده هينبهني ان المدماك الثالث متشابه مع الاول نفس الاجراء اللي انا عملته في الاول هو اللي هعمله في الثالث بالنسبة لعملية الرص والضبط طبعا كده بالنسبة لي العداد الزوجية اللي هو زي التاني بالضبط هتلاقي التاني بدء بنص ومنتهي بنص الرابع برضو بدء بنص ومنتهي بنص طبعا هنا بتأكد بس من عملية الضبط الرأسي تمام وفي عندي برضو ميزان الخيط اللي هو ميزان الشغول اقدر ان انا في المدميك اللي بعد التالت استخدم ميزان الشغول وموجود معايا في العدد تمام كده احنا وصلنا للرابع عايزين نوصل الخامس حيبقى مدماج فردي برضو زي التالت متشابه مع التالت بدء بقالب ومنتهي بقالب تمام كده برضو نفس الاجراءات اللي احنا اتبعناها بالنسبة للمدماج التالت اللي هو تركيب الترويسة في اول التمرين في اول حائط او نصية الحائط من الجهتين مع الضبط بالإدد والميزان المياه ده المدماج الاخير بالنسبة لي يا شباب اللي هو بيمثلي الاعداد الزوجية التاني والرابع والسادس هنا بابتدي استخدم ميزان الخيط اللي هو ميزان الشغول تمام وبابتدي البكرة الخشبية اثبتها زي ما احنا شايفين على وجهة قالب الترويسة وبابتدي انزل الخيط بالسوق اللي بتاعي عشان اتأكد من عملية الضبط ده استخدمات ميزان الشغول طبعا هنا بيأكد لي على مقاسات التمرين وبيذكرني بيه بيقول ان طبعا احنا التمرين احنا شغالين بطول مية تسعة وعشر سانتي تمام طبعا المقاس العرضي بالنسبة لي اثناشر سانتي اللي هو السمك هو بيعمل عملية تأكد من صحة مقاسات التمرين والارتفاع بالنسبة لي اللي هو ست مدميك يعني اثنين واربعين سانتي لان احنا يا شباب لما عرفنا قبل كده قلنا ان المدميك هو صف افق من الطوب يكون مقدار ومساويا لسمك القالب مضافا اليه سمك طبقة المونة التي اسفله يعني سبع سانتي سبعة في ستة اللي هو قيمة المدميك سبع سانتي في ست مدميك عدد ست مدميك يديني اثنين واربعين سانتي بالزبط وده كده بالنسبة لنا اصبح مع نهاية المدميك السادس بعمل عملية تشيك كده مراجعة بالنسبة للابعاد باستخدام شريط القياس لقيت ان الابعاد بتاعتي كلها مزبوطة طبقا لقراءة الرسومات اللي احنا طبعا كمعيار بدأناه في بداية المخرج يبقى انا كده عندي تحققت من عملية البناء بشكل جيد يعني بالنسبة لنا اصبح ان ده بناء الحائط المستقيم اللي هو سمك نصف قالب طبعا ده كده بالنسبة لنا هنبتدي ايه نكمل طبعا مراعاة ان تكون مساحات اللحمات الرأسية بعد اما بنخلص بندخل طبعا في التمرين الثاني احنا هنذكر مع بعض كده يا شباب ان التمرين الاول لمخرج التعلم الحوائط المستقيمة كان حائط مواصفات التمرين بقى حائط مستقيم سمك نصف قالب وبطول خمس قالب وبارتفاع ست مداميك طبعا الحائط المستقيم سمك نصف قالب يا شباب قلنا ان في خطوات التنفيذ اول حاجة بحدد موقع التمرين مكان التمرين على ارضية العمل تمام باستخدام طبعا شريط القياس زي ما احنا في اثناء الشرح في الفيديو شفنا عملية التنفيذ شريط القياس بيحددلي على الارضية العمل طول التمرين وعرض التمرين طيب بداية العمل طبعا بناء المدمك الاول مع الاد بستخدم الاد عشان اقدر ازبط عملية الاد بالنسبة لي اخر خطوة بنوصل لها في التمرين طبعا بعد بناء المدمك الاخير اللي هو المدمك السادس بنعمل عملية قياس نهائي عشان اتأكد من صحة العمل بالنسبة لي في التنفيذ طبعا يا شباب احنا بنفكركم كده ان احنا بنشرح في المخرج الاول الحوائط المستقيمة لوحدة اعمال البناء بالطوب على الطريقة الانجليزية ان شاء الله في الحلقات القادمة بنستكمل شرح ما تبقى من مخرجات التعلم لوحدة اعمال البناء بالطوب على الطريقة الانجليزية نلقاكم على خير وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة